موسيقى أصدى الله و أوقاتكم مشاهدين كرام و أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج ملف اليوم والتي نتحدث من خلالها حول هذا الإرهاب الذي يطال البشرية جمعاء لا يقتصر على دولة بعينها دون أخرى الكل مستهدف بغض النظر عن دينه أو انتمائه الفكري أو السياسي أو الديني أو العقائدي وبالتالي الجميع مستهدف من هذا الإرهاب الذي يطال الجميع وبالتالي المطلوب وقفة جدية على المستويات الرسمية والشعبية أيضا لتضافر كل هذه الجهود للحيلولة دون نفاذ مثل هذه العمليات الإرهابية التدميرية التي تطالبنا المجتمع المتعددة بالأمس القريب كانت بحق أحد المساجد في مصر واليوم أيضا استهداف لكنيسة أيضا في حلوان في جنوب القاهرة هذا الاستهداف الذي تسعى من خلاله هذه الأيد العابثة إلى إحلال التدمير في مجتمع حافظ ويحافظ على أمن و أمان المواطن على يتحال هذه القضايا أخرى نتحدث بها مع ضيوفنا ضيفنا في الستوديو سماحة الشيخ يعقوب قرش المفكر والداعية الإسلامية أهلا بك سماحة الشيخ ومساء الخير لكم أهلا بكم وأيضا أرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا مباشرة من جمهورية مصر العربية الدكتور أيمن سمير المتخصص بالعلاقات الدولية والإرهاب الدولي أهلا بك أستاذ أيمن ومساء الخير لكم مساء الخير عليكم وضيفك الكريم وكل السادة المشاهدين أهلا بكم إذن مشاهدين الكرام قبل الخوض بهذا الإرهاب وماذا يقف ليدعم هذا الإرهاب وكيف بالإمكان استخدام الوسائل والطرق الممكنة والقابلة للتنفيذ لاجتثاث هذا الإرهاب من منابعه نذهب إلى هذا التقرير ومن ثم نعود لضيفينا للحديث بشيء من التفصيل ابقوا معنا يوم دام عاشته أرض الكنانة بتعرض كنيسة مارمينة في ضحية حلوان جنوب القاهرة جراء تعرضها لعملية إطلاق نار إرهابية أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بعد تنفيذ اثنين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابي هجوما مسلحا استهدف مصلين داخل الكنيسة هذا الهجوم الإرهابي جاء بالتزامن مع استعدادات الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد ليفسد الجبناء والقتلة المجرمون هذه الفرحة التي ولدت غصة في قلوب الشعوب التي تتصدى للإرهاب المتسلل من قبل الغرباء والمجموعات الضالة وبحسب المعلومات الأمنية فإن منفذي العملية استخدما أسلحة الرشاشة حيث تمكن الأمن المصري من قتل أحدهم فيما تتواصل عمليات البحث والتحري من قبل الأجهزة الأمنية المصرية التي تصل الليل بالنهار للحفاظ على أمن مصر في ظل موجة الإرهاب التي تستهدفها للنيل من وحدتها وبث الفرقة والطائفية بين أهلها المتكاتفين في التصدي للإرهاب على قلب رجل واحد ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها التنظيمات الإرهابية هجمات من هذا القبيل وهو ما يشي عن النوايا المبيتة لمصر العروبة وأهلها الصامدين المتحدين على نبذ الإرهاب في ظل الدلالات المتعددة من خلال موقع التنفيذ والسهداف الأبرياء فيما يرى مراقبون أن تنفيذ التنظيمات الجبانة والخارجة عن القانون لهذه الهجمات يأتي في وقت تعمل فيه مصر على مكافحة الإرهاب واجتثافه باستمرار الملاحقة لها ومداهمة أوكارها لتستشعر الجماعات المجرمة الخطر الداهم وتبدأ مسلسلها الدموي وأمام ما تتعرض له مصر أعلن الفلسطينيون على المستويين الشعبي والرسمي وقوفهم إلى جانب مصر في وقت عبر فيه سيادة الرئيس محمود عباس عن إدانته لهذه الجريمة التي ألمت بالشعب الفلسطيني كما الشعب المصري لتبقى الأخوة الفلسطينية المصرية حاضرة في كافة الأوقات والظروف تتعدد أوجه الإرهاب وتتعدد فصول الجرائم لكن الثابتة في الأمر أن مصر ستظل عصية على الانكسار مهما فعل الغربان والغرباء فتاريخها حافل بالأمن والأمان والمستقبل والعطاء لتبقى مصر قلعة كأداء أمام المخططات الإرهابية لبرنامج ملف اليوم فالح نصير فالح أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وبضيفينا في الأستوديو السماحة الشيخ يعقوب قرش ومن القاهرة الدكتور أيمن سمير أهلا بكم أضيفينا الكريمين ومشاهدين أيضا ونبدأ هنا من الأستوديو سماحة الشيخ يعقوب قرش كيف تنظر إلى دموية هذه العمليات الإرهابية والمجازر البشعة بالأمس القريب كانت في مسجد واليوم في كنيسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى إن ما يجري على أرض مصر بالذات وعامة المنطقة من عمليات نعم عنوانها الأكبر احتقار الدم عدم قيمة للدم عدم قيمة للإنسان لا تدل دلالة واضحة نعم على أن ما يفعل هذه الأفعال لا يقوم على أساس إنساني حقيقي فالأساس الإنساني يحترم الإنسان نعم ولا يقوم على أساس ديني حقيقي لأن الدين يحكم الدماء ولا يقوم على أساس اجتماعي صحيح نعم لأن مثل هذه الأعمال تفكك المجتمعات ولا تشبخها فمن يقوم بهذه الأعمال فعلا أنا أعجب على أي أساس فكري يقوم به ما هو الدافع الحقيقي لذلك ما هي أهدافه ما هو الهدف من قتل مسيحي في عيده مسلم في مسجده نعم ما هو الهدف من ذلك هل هدف زعزعت المجتمع المصري والحكم المصري والنظام المصري هل قتل عشر من الأقباط يزعزع حكم هل قتل عشر في صحراء سيناء يزعزع حكم أنا حقيقة هل في هذا أصل ديني شرعي هل أخص أن الذي يدعي هذه الأعمال ينسب نفسه لإسلام ونحن لا نستطيع أن نقول له أنك لست مسلم واحد يقول أنا مسلم وأفعل هذا بأسم الإسلام كل ما قرأنا ودرسنا وحفظنا وكل الكتب الإسلامية لا تعطي مجالا لمثل هذه الأفعال نعم لا مكن لها لا مكن لها في الفكر الإسلامي إطلاقا يعني إذا كنتم تحقرون الدماء لا عصمة للدم عندكم بسبب التكفير مثلا فعلى أي حج تكفرون المسلمين وعلى أي حج تحاربون أهل الاستئمان أهل البلاد الأصليين أهل القبط الذين لهم بنا خوان ولهم بنا صهر وقد وصينا بهم من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ووجدنا أن القيادة الإسلامية الأولى ممثلة من عمر بن العاص كانت تحت القانون الإسلامي عندما خالف ولده حق فرد من أفراد هذه المجموعة الأقباط وجدنا الحاكم نفسه يكون رأسه ورقبته تحت القانون بأي حق فعلا نحن نعيش حالة غربة نحن الإسلاميين لا نفهم ولا نعرف كيف نؤول هذا الفعل حتى نقول أن له أصل شرعي نعم إذن لا أصل شرعي لمثل هذه أفراد سنعود سمحت سمحت شيء سعود لك بطبع تحلي شيء من التفصيل طبعا نذبها القاهرة إلى الدكتور أيمن سمير المتخصص بعلاقات الدولية والإرهاب الدولي دكتور أيمن يعني من زاوية قانونية أين بالإمكان تصنيف مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تنال من حياة الإنسان بغض النظر عن انتمائه الفكري أو السياسي أو الديني يعني أولا مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى ضيفك الكريم أهلا بكم اسمح لأشيد بالمقدمة التي قلتها أستاذ حسن وبالتقرير الذي عده الزميل والستسفالح لأنها بالفعل تعبر عن ما يدور في المنطقة من أحداث إرهابية نعم نشكرا لكن أنا أضيف إلى مقاله سماحة الشيخ أن الذي قبض على الإرهابي بعد إصابته كان عم صلاح وهو شخص مسلم يقيم بجوار الكنيسة وأن هناك مسجد بجوار الكنيسة قام المؤزن في المسجد بدعوة كل الجيران المسلمين للذهاب إلى الكنيسة ومساعدة إخوانهم الأخباط المسيحيين ضد هؤلاء الإرهابيين وبالتالي انتفض كل المسلمين المجاورين للكنيسة وذهبوا إلى هناك واقفوا مع أشقائهم وأصدقائهم المسيحيين وقبضوا على هذا الإرهابي وسلموه للشرطة بعد أن أصابه أحد الأعيرة النارية من قبل أمين الشرطة الذي استشهد في هذا الحادث وبالتالي كما أشرت تحتك في مقدمتك الشعب المصري على قلب رجل واحد مثل هذه الأحداث لا تعبر عن الإسلام لا من قريب ولا من بعيد كل المسيحيين يفهمون ذلك تماما يعلمون أن هذا الإرهاب هي ورقة وظيفية تم توظيفها من قبل قوى خارجية خارج المنطقة العربية وخارج المنطقة الإسلامية لسلاسة أهداف معروفة أولا تفتيت النسيق المجتمعي في المنطقة العربية والإسلامية وها نحن نرى ما يحدث في العراق وفي سوريا وفي ليبيا ويحاولون تكرار نفس النموذج في مصر الأمر الآخر هو التخلص مما يسموه بالنفايات البشرية بمعنى أن هناك بعض العناصر شديدة تتطرب في أوروبا أرسلوها إلى داعش وتقرير الـ MI6 الجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني في 2016 قال أن غالبية الأجانب في داعش جاءوا من دول ربما غير عربية يعني من دول من أوروبا ومن دول القوقاز وغيرها الأمر الآخر والنقطة الثالثة أن ما يحدث في المنطقة هو أعداد وتأهيل وتدريب هؤلاء الإرهابيين للقيام بأدوار في مناطق أخرى لأن في اعتقادي أن الإرهاب لن ينتهي ب2017 ولحتى 2018 هذه ورقة سياسية تم توظيفها من قبل الغرب لتحقيق مآلب وأهداف سياسية رأينا الولايات المتحدة الأمريكية أسقطت الاتحاد السوفيتي في أفغانستان دون أن تطلق رصاصة واحدة ودون أن ترسل جندي أمريكي واحد من خلال ما سمي بالمجاهدين الأفغان وهناك سقط الاتحاد السوفيتي الآن هذه المجموعات الإرهابية تنتشر على كل بقاع الكرة الأرضية بداية من منطقة مراوي أقصى جنوب الفلبين حيث تحاول داعش إقامة دولة هناك وصولا حتى سان بيرناردينو في أقصى غرب الكرة الأرضية في ولاية كاليفورنيا عندما وقعت أكبر عملية إرهابية ضد المدنيين في هذه الولاية في عام 2017 وبالتالي نحن أمام مشهد عالمي يتم توظيف هذه المجموعات الإرهابية والمتطرفة لصالح أجندات غربية ليس لها أي علاقة لا بالإسلام ولا بالعرب ولا بالمسلمين لكن يتم توظيف هؤلاء لتحقيق هذه المآرب وهذه الأهداف السياسية لكن أنا دائما أقول كما قال النزار قباني دخل الأعداء من عيوبي وليس من حدودي بمعنى عندما تضعف الرقابة على بعض المؤسسات الإعلامية التي ربما تدعو أو تحض على الكراهية عندما تقوم بعض وسائل التواصل الاجتماعي بالدعوة للكراهية وتصنيف بعض المكونات المجتمع سواء كانوا أقباطا أو مساحيين أو شيعة أو صوفيين أو ما إلى ذلك وصفهم بأنهم في درجة دنيا من الإسلام أو أنهم غير مسلمين أو أنهم كفار أو ما إلى ذلك أنا في اعتقاد هذا أحتاج إلى وقفة كبيرة لكن مكافحة هذا الإرهاب وهذا التطرف تحتاج إلى جملة من الخطوات الجادة وقبل كل ذلك لا بد أن تتوفر إرادة سياسية دولية للقضاء على الإرهاب لكن قبل كل ذلك كل جهود الدول سواء المنطقة العربية أو الإسلامية سوف تصطدم بعد موجود هذه الإرادة لدى المجتمع الدولي انظر إلى التحالف الدولي الذي كافح داعش في سوريا والعراق منذ أن بدأ في 30 سبتمبر 2015 هو يتحدث عن إضعاف داعش يتحدث عن احتواء داعش حتى عندما بدأت العمليات الكبيرة في الموصل وفي الرقة كل بيانات التحالف وانا عملت عليها تحليل خطاب كلها تتحدث عن طرد داعش من الموصل عن طرد داعش من الرقة السؤال أين أذهب هؤلاء المطردون سوف يذهبون إلى حق لعمل جديد هناك أعداد كبيرة وصلت إلى ليبيا عن رئيس الفرنسي ماكرون تحدث عن وصول ألاف الإرهابيين إلى منطقة ما يسمى بالجي فايف أو منطقة الساحل والصحراء التي تبدأ من تشاد وصولا إلى بوركينا فاسو نفس الفكرة هناك حقول أخرى لنقل هؤلاء الإرهابيين في باكستان وأفغانستان حتى يكونوا في خسرة روسيا وجنوب الدولة الروسية نفس الأمر نرى بوكو حرام وما يسمى بحركة الشباب المجاهدين في الصومال وأفريقيا تتوسع بشكل كبير للغاية هناك تقرير لما عد صيح الأمريكا المتخصص في الجماعات الإرهابية يقول أن داعش في آسيا في عام 2018 سوف يتضاعف أعدادهم في آسيا عذرا عن مكاطع أستاذ أمان سنتم بشكل تفصيح ولكن بشكل أكثر محدد بعد أن نعود إلى الأستاذ سماحة الشيخ يعقوب قرش كيف بإمكان ما أشر له الأستاذ أمان موضوع توظيف الجماعات الإرهابية لخدمة أجندات معينة كيف بإمكان الدين أن يقطع الطريق على توظيف هذه الجماعات الإرهابية لخدمة أجندات بعينها في دولة أو في دول بغض النظر عنها يعني بلا شك أن كلما ازداد الإنسان علما وتدينا وتقوا وورعا كلما مئة بالمئة قطع الطريق لهذا العمل نعم بداية الأمر نبذي الجهل الجهل باب كبير يدخل منه الأعداء علينا الجهل يؤدي إلى التشدد والتطرف نعم الجهل البعد عن مجالس العلم والعلماء الحقيقيين يؤدي إلى هذا المدخل الكبير لذلك أول باب لقطع دابر الداعشيين أو عامة الإرهابيين الأخص في منطقتنا العربية والإسلامية هو زيادة تمكين العلم الشرعي كلما الإنسان التزم الشرع كلما حقن الدماء كلما عرف أن الفتنة محرمة ولا تجوز أخذ الأمة إلى الفتنة الآن ما يجي حقيقة ما يجي حقيقة هو بدايته برأيي أنا الجهل عدم التعمق الفهم السليم للإسلام يضاف إلى ذلك الظلم يعني دائما الظلم ارتعبه وخيم الشعوب عندما تعيش في ظلم تنطفت انتفاضة عادلة انتفاضة غير عادلة انتفاضة موجهة توجيه سليم انتفاضة غير موجهة توجيه سليم غير سليم تنطفت الظلم يجب أن يرفع كلما قل الظلم استطعنا أن نسيطر على أسلوب توجهات الشباب لكن بالظلم مع الجهل كيف تسيطر على توجهات الشباب يقول له نتاج عكسية بطلقها تماما لذلك الدين يحتاج بنا إلى إيقاف الظلم محاصلة الظلم يحتاج بنا إلى زيادة العلم يحتاج مننا إلى أن نخاطب هؤلاء بلغتين اللغة الأمنية التي تقودها أجهزة الدولة وهذه أصل نعم واللغة التي يجب أن يشرف عليها الأنظمة والحكام بقيادة العلماء وأصحاب الفكر يجب أن نناقشهم ما هو هدفكم ما هي غايتكم ما هو دليلكم على ماذا تقومون يجب أن نجعل ثغر فيهم أن ندخل هناك أكيد مؤكد أن فيهم شباب صادقين ليس ممكن أن كلهم كاذبين ليس ممكن أن كلهم مأجورين ليس ممكن إذن كيف أن نضعفهم بأن نجح الثغرة فيهم ما هي الثغرة أن نخاطب الصادقين منهم أن نعيدهم إلى ذهنهم ووعيهم ولكن هل تبقى دور للثقافة أو الوعي لديهم وقد يقوم بهذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي بصراحة لا يقبلها أي دين وقبل الأدين لا تقبلها أخلاق مؤكدا مؤكدا قسل الدماغ مع الجهل يقود إلى ذلك علاجه نحن أنا لا أدعي علاج جديد الخوارج خرجوا وهم يريدون قتل الصحابة يكفرون الصحابة يكفرون عائشة وجدنا أنهم أشاعوا الفتنة في الدولة الأموية إلا أتى عمر عبد العزيز ففتح باب النقاش معهم فتح قصره لهم وقال اقبلوا على النقاش سنتين كاملات من عد عمر عبد العزيز نعم إذا لاحظنا بعد عمر عبد العزيز حركة الخوارج ضعفا ضعفا كبيرا جدا إلى عشرات مئات السنين السبب الحوار العلم السبب العدل الذي قاده أمر عبد العزيز السبب وحدة المجتمع في ذاك الوقت الآن نحن عند شو وضعنا الحالة علم حقيقي ما فيه نعم وحدة مجتمعات ما فيه تعد الأفكار عدالة للحكم ما فيه نعم فأمامنا مشوار طويل نعم وإلا زمان الأخي سنة 1918 و19 حد الحرق الإرهاب يبقى مستمعي طيب نذهب إلى مصر إلى أستاذ أيمن سمير سماحت الشيخ أستاذ أيمن سمير قدم تشخيصا واضحا صريحا علنيا حول استمرارية هذا الإرهاب ووجود هذا الإرهاب وترضه من مكان إلى آخر بدليل استمراره وبقائه بغض النظر عن المنطقة الجغرافية ولكن السؤال هنا ما هو المطلوب لكي تتضافر كل الجهود لوقف هذا الإرهاب ربما في المدرسة في المسجد في الكنيسة في الشارع في الثقافة العامة لدى المواطنين كيف ترى ذلك يعني أولا أنا باتفق مع سماحة الشيخ فيما يتعلق بخضية الجهل يعني الجهل يستطيع أن يقوم بأي شيء الإرهاب قبل أن يحمل بندقية وقبل أن يحمل يعني قنبلة هو يحمل فكرة خاطئة فإذا ما استطعنا أن نزيل من عقله ومن فكره ومن قلبي هذه الفكرة الخاطئة لن يكون في هذه الحالة هو محتاج أن يحمل بندقية أو قنبلة ضد المجتمع الذي يعيش فيه وبالتالي فكرة ضرورة القيام بثورة دينية كما دعا رئيس السيسي منذ سنوات هذا مهم للغاية لغاية الأهمية حتى يتم استبدال الفكرة الخاصة نعم إذن سنعود لاحقا إلى الأستاذة دكتور أيمن سمير نظرا للخلل هذا الفني ونعود للستوديو من جديد سمعت الشيخ يعقوب قراش هناك اتفاق ما بينك وما بين ضيفنا من القاهرة الأستاذ أيمن سمير حول أن الجاهل هو العدو الأكبر الجاهل يحمل فكرة الفكرة مغلوطة هذه الفكرة ربما تقود لحمل السلاح تقود للتفجير للتخريب التدمير وتكون العواقب دائما وخيمة وهناك شيء آخر فيما تقتل قضية فلسطين طالما الظلم واقع على شعب فلسطين طالما أرض فلسطين بما تحمل بالرمزية في عقول المسلمين ستكون أحد المداخل التي يستعملها من قال عنهم أخونا الذين يريدوا لهم الورقة الخارجية يستعملوا من أشياء خارجية ورقة فلسطين أحد الأوراق المهمة فلسطين ذهبت اليهود أخذوا فلسطين يريدوا لنهودية الدولة عليكم أن تحملوا السلاح لا أحد يحمل السلاح ويبدأ المدخل لحمل السلاح تحت حجة فلسطين إذن أحد أسباب العلاج حل القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية طالما هي موجودة ستكون هي المغذي لجميع الشباب في منطقتنا على الأقل العربية الإسلامية لأي عمليات تعسكرية تسميها إرهابية ليس هو عملي الآن عملي الآن أن الدم سيبقى يسيل في هذه البقاع على أيدي شباب مننا طالما أن أرض فلسطين وخضية فلسطين لم يجد لها حل الجهل على مستوى الفردي قضية فلسطين قضية يستعملها الكل بطريقين من الطرق بعضها الجيد المقاومة المسلحة ومواجهة الاحتلال وبعضها السيئ سيجب أن نستعمل السلاح فيتحول السلاح إلى إراق الدماء تحت أوجة القدس نحن نريد أن نحرّل العراق من أجل القدس نريد أن نحرّ ليبيا من أجل القدس نريد أن نحرّل اليمن من أجل القدس نحن ما نفعله بالأقباط من أجل القدس أكدهم وبتيحل القضية الفلسطينية وأحد المداخل الرئيسية ويجفف أهم مصدر من المصادر طيب نذهب مرة أخرى إلى الأستاذ الدكتور أيمن سمير من القاهرة كنت تحدث عن هذا الموضوع بالغ الأهمية وصلت إلى مرحلة أن الجهل أيضا يسهم بطريقة واضحة في حمل فكرة مغلوطة الفكرة المغلوطة تقود إلى جرائم كبيرة في المجتمعات ويدفع ثمنها الأبرياء دائما يعني كيف تعقب على ذلك أستاذ أيمن يعني طبعا أنا أتفق مع ذلك تماما وهنا يأتي دور المؤسسات الدينية المؤسسات الإعلامية المؤسسات الثقافية لا يمكن لإنسان يعزف موسيقى مثلا أن يقوم بعملية أرهابية لا يمكن لإنسان أن يقرأ روايات وهو مصقف أن يقوم بعملية أرهابية وبالتالي إذا ما أشعنا فكر الثقافي وقبول الآخر هذا يعني خطوة مهمة جدا في سبيل التنوير وفي سبيل قبول الآخر النقطة الأخرى أن الإرهاب اليوم لم يعد عملية أو أكشن هو عملية متصلة ومتسلسلة يبدأ بالفكر الخطأ يمر بالتمويل وصولا إلى التنفيذ وبالتالي إذا ما بدأنا بفكرة إزالة الفكر الخطأ علينا أيضا أن نوقف التمويل صدر قرار من مجلس الأمن في مارس 2015 تحت البند السابع أو الفصل السابع من نساق الأمم المتحدة يجرم تمويل العمليات الأرهابية ويجرم الدول والأشخاص والجماعات التي ترسل دعما ماليا أو عينيا إلى الجماعات المتطرفة لكن رغم ذلك هذا القانون أو هذا القرار لم يفعل حتى الآن هناك دول معروفة بالاسم دول لها صبغة دولية دول موجودة في الأقليم تقوم بتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفين من أين يحصل الإرهابيون والمتطرفون على السلاح وعلى الدعم المالي واللوجيستي من أين تقوم داعش بالتصوير العمليات الإرهابية بأعلى تقنيات التصوير من يدعم داعش ويرسل لها المقاتلين عبر المطارات ويعطيها تزاكر الطائرات أين المخابرات الدولية التي لم ترى كل هؤلاء حوالي 62 ألف مقاتل أجنبي عبروا الموانئ والمطارات الأوروبية إلى سوريا والعراق والليبيا كل هؤلاء هل لم يلحظهم أحد بالتأكيد هناك من يقف وراء هؤلاء يمولهم ويقدم لهم الدعم المالي واللوجيستي الأمر الآخر هو ما تقوم به الجهزة الأمنية والاستخباراتية وتحديدا الجهزة الاستخباراتية في غاية الأهمية لأن شفنا بعض العمليات الإرهابية يقوم بها الناس لديهم ماضي إجرامي ولديهم ماضي في الإرهاب ورغم ذلك عدم تبادل المعلومات بين الدول وبين المجتمعات وبين الجهزة الاستخباراتية يؤدي لوجود صغرة يقوم الإرهاب من خلالها بتنفيذ عملياته الإرهابية يعني مثلا صلاح أبا عود الذي كان موجود في بلجيكا وقام بتنفيذ العملية الإرهابية في باتاكلا في مسرح الباتاكلا في باريس هذا لم تتواصل جهزة المعلومات الفرنسية مع نظراتها البلجيكية وبالتالي كان هناك صغرة أن يقوم هذا الإرهاب بالزهاب والإياب ويقوم بمثل هذه العملية أيضا ما أشار إليه فضيلة الشيخ من ضروط أن يكون هناك عدالة دولية العلاقات بين الدول الآن لا تقوم على أساس العدالة قرار ترامب فيما يتعلق بالقدس هذا يؤجج المشاعر ويدفع للغضب ويؤدي للقيام بكل ما هو متاح للدفاع عن الحق الفلسطيني وبالتالي عدم العدالة في العلاقات الدولية وعدم حل الأزمات الموجودة منذ عشرات السنين هذا يؤدي أيضا إلى وجود مشاعر يستغل لها الإرهابيين والمتطرفين للعمل ضد المجتمعات بحجة أن القيام بعمل ضد العدو البعيد يؤثر على العدو القريب في إشارة إلى الوطن الذي يتواجدون فيه نقطة في غاية الأهمية في اعتقادي ما يتعلق بالوحدة بين الدول انظر الدول العربية لا تعمل مجتمعة ضد هذا الإرهاب في اتفاقية لمكافحة الإرهاب وقعت عليها كل الدول العربية في مارس 1998 لكن هل الدول العربية تعمل بشكل متكامل ومتناغم ضد العمليات الإرهابية كل دولة تعمل إما بمفردها أو هناك بعض الدول من تبرر العمليات الإرهابية وهذا يضر بالأمن العربي الجماعي طيب سنعود دائما إلى أهمية العمل بشكل مشترك ما بين الدول العربية كمرحلة أولى أو دول في الإقليم لمواجهة هذا الإرهاب بعد أن نذهب بهذا السؤال لضيفنا سماحة الشيخ يعقوب قرش سماحة الشيخ يعقوب قرش للتنفيذ ولكن يبقى هناك غطاء بصراحة ما لكل ذلك أن يتم لو لم يكن هناك غطاء من المجتمع المحيط إذا كان هناك ما هو دور الكنيسة والمسجد برأيكم كي يصل المواطن أو المواطنة إلى مرحلة أن يقدم بلاغ عن من يلتبس بأمره أو يشك به هؤلاء يترقلون بين البيوت التجمعات السكانية إذا كان ذلك في قلب الكهرة كما حدث في استهداف كنيسة حلوان ولكن أيضا في الصحراء هناك يعيشون بين المواطنين بين الناس يعني يعني بالطبع يعني الهنبيين لنسوا من السماء وليسوا من الفضاء نعم هم من الأرض وهم من أهل البلاد التي يعملون من خلالها أو أتوا زوارا لها أو أتوا من أجل مهمة فيها نعم ولكن بالأرض كوحدة كونية واحدة كقرية واحدة كلهم يعيشون عليها ولا شك ولا ريب أنه كلما تضافرت المجتمعات وزاد وعيها بالعمل الإرهابي نعم كلما زاد حصار هذا العمل نعم ولكن أنت عندما تأتي فتقول هذا الشعب لا يحق له مقاومة الظلم وتأخذ السلاح منه هذا مقاومة الظلم ستفتح السلاح لكل الأسباب لكن ما الذي حدث الأيام هذه تم إسقاط البندقية لتطالب الحريات تطالب الكرامة تطالب بالاستقلال تطالب تقرير المصير فما كانت النتيجة خرجت عشرات البنادق ليس لها هدف وليس لها غاية إلا الدم لا بد من أن نميز تماماً بين سلاح يعمل من أجل كرامة الشعوب وحقوقها وحرياتها وسلاح يعمل لتدمير الشعوب والمجتمعات ونشر الفتن وهذا يعني أن المجتمعات تحاصر البندقية الفاسدة إذا وجدت من يعبر عن حقها في الاستقلال والحريات ولكن إذا لم لا تجد من يعبر عن حقها في الحرية والاستقلال في أقل القليل تقول ليس لي علاقة أردتم أن تحاصروا البندقية غير الشريفة الرصاصة الإرهابية يجب أن يسمح للشعوب حرياتها وكرامتها الشعب المضطهد في حريته وكرامته لن يساعد لماذا تطلب منه أن يكون من أهل الأمة الكريمة وأنت لا تعطيه كرامته نحن الشعب الفلسطيني مثلا لما أنا أشعر أنني أهان في كل شارع أهان في كل موقع باب العمود كاميرا عليه إذا رايح أصلي تحفظ كل جسمي لما زوجتك وزوجته وتلك المرأة ستهان كرامتها عندما تمر عن باب العمود لماذا حين ذاك أساعد لإسكات أي منذقية أخرى أردتم مساعدت الشعوب أعطوا الشعوب كرامتها أعطوا الشعوب حرياتها إذا أنت تؤمن سماحة الشيخ بأن الإرهاب بأن الاحتلال هو أعلى أشكال الإرهاب وهو المسبب للصمت عن أي إرهاب كان لو كان في موقع آخر في أي مكان في العالم طيب نذب الأستاذ أيمن سمير لسؤاله الذي كان حول أهمية التنسيق العربي المشترك أو الإقليمي لمواجهة التطرف أو الإرهاب الذي يحدث كنت تحدث عن قرار أو عن قانون عام 1998 هناك بآلية عمل مشتركة وهذه لم تحدث ما هي خطورة عدم العمل بشكل مشترك والمواجهة بشكل منفرد كما يحدث الآن في المنطقة العربية يعني بالتأكيد هذا له تأثيرات خطيرة جدا بيستغلها الإرهابيين للقيام بعمليات إرهابية ضد هذه الدولة دون أن تنصق هذه الدولة مع تلك الدولة يفترض في اعتقادي أن يكون هناك مجلس أعلى عربي لمكافحة الإرهاب هذا يتكون من كل رؤساء أجهزة المخابرات العربية ويكون معهم وزراء الداخلية العرب وربما حتى وزراء الدفاع العرب يكون مهمة هذا المجلس أولا جمع المعلومات عن العناصر النشطة والعناصر الإرهابية يتم تحليل هذه المعلومات ويتم استبدالها أو تبادلها بين الدول العربية بحيث إذا انتقل هذا الإرهابي من ليبيا إلى مصر مصر يكون لديها علم بأن هذا الإرهابي قادم إليه وبالتالي تستعد له وتعمل على وقفه نفس الأمر مع باقي الدول العربية لكن العمل بشكل منفرد وعدم وجود لوائح عربية موحدة للعناصر الإرهابية هذا يعطي صغرة كبيرة للعمل الإرهابي الاتحاد الأوروبي في آخر اجتماع له يوم الإثنان الماضي تم الاتفاق على توحيد لائحة واحدة لكل العابرين لدول اتحاد الأوروبي من غير مواطنية بمعنى حتى الذي يدخل اتحاد الأوروبي ترانزيت لابد هذه المعلومات تكون موحدة لكل دول اتحاد الأوروبي 27 بعد خروج بريطانيا نحن نحتاج في العالم العربي أيضاً لأن يكون هناك لائحة موحدة للعناصر الإرهابية والمتطرفة أو حتى العناصر النشطة التي يمكن أن يحتمل أن تتحول إلى عناصر إرهابية في المستقبل في اعتقاد أيضاً المجلس الأعلى العربي لمكافحة الإرهاب من الضروري أن يضم في عضويته نحبة من رجال الدين المستنيرين مثل سماحة الشيخ الموجود في الأستيديو حتى يدلي بدلوه في مثل هذه الأمور الأمر الآخر أتمنى أيضاً من رجال الدين أن يقوموا بوضع مجموعة من الكتب أو سلسلة من الكتب تضحض الأفكار التي تنشرها داعش والجماعات المتطرفة لأن استصدار بيان للاستنكار أو الشجبة هذا أمر معروف وهذا أمر متوقع لا يمكن لرجل دين أو رجل معتدل أن يقبل مثل هذه العمليات الإرهابية لكن فكرة هدم الأساس الفكري الذي تقوم عليه هذه العمليات الإرهابية نحن في حاجة إلى مجموعة من هذه الكتب داعش أصدرت 65 كتاباً تؤسس فيه من الناحية الفكرية ومن الناحية النظرية لعملياتها الإرهابية في ما تسميه بيئة المنظرين الشرعيين لها لابد أن يكون هناك أيضاً ما يضحض وما يرفض وما ينفي هذه الأدلة التي وضعتها هذه الكتب التي قامت داعش بوضعها هذه استراتيجية يمكن العمل عليها خطوة بخطوة حتى يتم الانتهاء من العمل الإرهابية طيب أستاذ أيمن كمتخصص بالعلاقات الدولية وجزءاً بالإرهاب الدولي بصراحة الخطورة تكمن أيضاً ليس فقط في أعلى أشكال إرهاب المتمثل باحتلال من جهة وأيضاً غياب العدالة أو الحرية ولكن أيضاً طباعة هذه الكتيبات تقديم هذه الأفكار المتطرفة إلى المجتمعات أيضاً تقديم الخطب والوعظ إلى المجتمعين في الشوارع والطرقات أو ربما تستخدم الكنائس والمساجد أيضاً أليس هذه مسؤولية جماعية مسؤولية الدولة ومسؤولية المجتمع المدني أيضاً لمحاربة مثل هذه الأفكار قبل أن يتم تسويقها إلى عقول وأدمغة قابلة للتغيير كما أشار سماحة الشيخ بعملية الغسل الدماغ لهؤلاء أولاً بحقيقة سيد حسن على هذا السؤال في الغرب هناك ما يسمى بالأمن الجماعي الأمن الآن في ظل التحديات الإرهابية لم يعد مهمة أجهزة الشرطة والجيش والقضاء وغيرها أصبحت مهمة كل مواطن أن يقوم بدور في مجال الحفاظ على الأمن إذا ما ذهبت مثلاً لنيورك أو واشنطن أو غيرها تجد هناك يعني يفط منتشرة في الشوارع تقول للمواطنين شفت حاجة أول حاجة بمعنى شفت يعني أي شيء مريب شفت شخص مريب في العمارة شفت كيس يبدو أنه فيه بعض المتفجرات أو غيرها لا بد من إبلاغ الشرطة ومساعدة الشرطة على الكشف عن هذه العمليات قد تكون هناك عشرة بلاغات كاذبة لكن قد يكون وسط هذه البلاغات بلاغ واحد صحيح ينقذ حتى لو روح واحدة أو إنسان واحد وبالتالي علينا أن نعمم فكرة أن الأمن ثقافة جماعية وثقافة مجتمعية وأن لكل مواطن لها دور ورسالة في الحفاظ على الأمن الجمعي والأمن الدولة كلها مش هينفع يقوم بالأمن أجهزة الشرطة فقط أو أجهزة الجيش فقط علينا كلنا كمواطنين عرب وكمسلمين الدولة اللي علمتنا وحفظت علينا لها واجب علينا أن نقوم بهذا الدور في سبيل الحفاظ على الأمن الوطني وأمن الدولة التي نعيش فيها أو أمن القرية أو المدينة أو حتى المحافظة التي نحيا فيها وبالتالي علينا أن نعمم ذلك من خلال الإعلام والصحابة والمسجد والكنيسة طب أعود هذا السؤال إلى سماحة الشيخ هنا في الستوديو في رمالة سماحة الشيخ يعقوب قرش إذن تعميم فكرة أن هناك ثقافة عقائدية أمنية لكل مواطن ومواطنة يدرك منها مسؤولية جماعية وليس فقط مسؤولية رجل الأمن تكامل الأدوار بمعنى كيف تم ذلك؟ يعني من البدايات أن هذا ما يجري لا يمكن حله أبنيا فقط نعم ولابد أن يكون هناك تضافر كما قلنا علمي عدالي إدارة قانونية دولية سليمة تعاون أمني عالمي إقليمي تبادل معلومات أمنية بيننا أكيد مؤكدا لا لكن قلت أنا في هذا المجلس في مثل هذا الموضوع أنه يجب أن نواجه الفكر بالفكر كما قال أخي لهم كتب الأزهر الشريف ما زلت أعتقد وأثق أنه من أفضل الأماكن في العالم العربي والإسلامي القادر على أن يتحرك لمواجهة فكرية دينية شرعية لهذه الحركة يستعين فيها العلماء من العالم العربي والإسلامي الساحة الإسلامية كبيرة فيها علماء متنورين فيها علماء مقادرين رافضين ما يجري يتم إرسال رسائل سليمة شرعية تربوية تقوم على أساس نشر العدل تقودها حركات تقودها مجموعات العلماء برئاسة الأزهر مع المفكرين لمواجهة هذا الفكر أولا نحصن مجتمعاتنا منهم ثانيا ندخل بثغرة عليهم لأنهم الصادقين منهم وأنا ما زلت مصد على كلامي الصادقين منهم أكيد مش ممكن كلهم كندبين مش ممكن كلهم مقادرين كلهم جاهلين ترترباحهم نعم ترترباحهم مساقين نعم هكذا على الدنيا دهماء فيهم دهماء كثور انخوطبوا انخوطبوا بطريقة سريمة سنخلخل هذا الإرهاب يجب أن يعطى الحق ويلزم العلماء والأدباء والمفكرين في الساحة العربية والإسلامية وعلى رأسها الأزهر وعلمائنا المعتدلين في الساحة الأردنية في الساحة السورية في الساحة الليبية في الساحة الترسية في اتحادات علماء الأمة يجب أن نبدأ برسالة كبيرة في هذا الباب وعلى العلماء أن يكونوا صادقين ليست الفكرة فقط رد مفهوم شرعي لا علاج حقيقي للأشخاص اللي حولك ما الذي أوصلنا لذلك؟ يجب أن نكون صادقين لا يجوز أن نبقى نمسح جوخ ونقول نريد أن نعالج الوضع أردتم أن تعالجوا الوضع يجب أن يتحمل كلهم مننا مسؤولياتك ويجب أن يعرف أننا مشاركون في الوصول إلى ما وصلنا إليه عندما أنت تسقط حق المقاومة لشعب أوصلت الأمة إلى سقوط عندما تسقط حق جمعية عامة كاملة حق جمعية عامة كاملة تنفرد بها دولة واحدة كيف ستخاطب المعنس؟ نعم طيب نذهب إلى القاهرة الأستاذ أيمن سمير مرة أخرى أستاذ أيمن سمير أيضا الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت سهولة وصول المخربين المدمرين الإرهابيين إلى تقديم الرواية لهم والاستماع لها تعميم الفكرة يتم عبر الشبكات الإنترنت كيف كمتخصص في مجال مكافحة الإرهاب برأيكم الوقوف أو الحيلولة دون إمكانية وصول هذه الأفكار إلى مختلف الفئة العمرية نحن لا نواجه فئة عمرية معينة ولكن الكارثة اليوم أن بإمكانك من خلال كبسة صغيرة بسيطة على مواقع الإنترنت أن تدخل إلى مواقع هناك من يؤدي اليمين وهناك من ينتسب للجماعة دون غيرها وهناك من يعلن ولاء الجهة والكل يشاهد ويتابع ذلك كيف بالإمكان الوقوف في طريق مثل هذا الانحدار القيمي؟ يعني أولا لابد أن يكون هناك تشريع من الأمم المتحدة يجرم فكرة نشر أي أفكار تتعلق بالعنف على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي يكون هذا الأمر منزم للشركة التي تعمل أو تصدر عنها وسائل التواصل الاجتماعي بوقف نشر أي مادة تتعلق بنشر العنف أو تدعو أو تحض على الكراهية أو ما إلى ذلك قبل وجود هذا التشريع في اعتقادي من الصعب جدا الضغط على هذه الشركات لأن ما يحدث الآن في تصوري هو محاولات فردية يعني الولايات المتحدة الأمريكية توصلت الاتفاقية مع بعض هذه الشركات وفيسبوك لوقف نشر المواد التي تدعو للكراهية في الولايات المتحدة الأمريكية نفس الأمر الحكومة البريطانية تحاول الآن في مفاوضات مع مثل هذه الشبكات نحن في العالم العربي إذا ما قامت أي دولة بوضع نوع من الرقابة على المحتوى الذي يدعو له العنف أو القتل أو ما إلى ذلك قد تتهم هذه الدولة بأنها ضد حورية التعبير وضد الصحافة أو ما إلى ذلك وبالتالي نحن نحتاج إلى تشريع دولي تلتزم به كل الدول وبالتالي يكون هذا الأمر منزم للشركات التي تخرج منها وسائل التواصل الاجتماعي هذه رقم واحد رقم اثنين لابد أن يكون أيضا هناك محتوى إيجابي لأنه كما قال فضيلة الشيخ الفكرة تنفيها الفكرة إذا كانت هناك فكرة تدعو للعنف على وصال التواصل الاجتماعي لابد أن يكون للمجتمع الدولي والدول والمعتدلين والذين يدعونا للفكر الوسطي أيضا لهم وجود على الشبكة العنكووتية ينفون الفكرة الخطئة لأن بدون ذلك الآن هناك خلل الذين يدعونا للعنف فأكثر حضورا وأكثر زخما وأكثر تأثيرا من الأصوات العاقلة والأصوات المعتدلة وهذه النقطة في غاية الأهمية وهذا يجعل المسؤولية كبيرة على الجميع بلا استثناء كي يدلوا كلهم بدلوه لضحض هذه الرواية التي تستهدف البشرية جمعاء الإنسان أينما وجد ولا يوجد أي ديانة تستبيح دم الإنسان بهذه الطرق الوحشية نشكرك الأستاذ الدكتور أيمن سمير المتخصص بأعلاقات الدولية والإرهاب الدولي كنت معنا من القاهرة لكم التحية والتقدير وشكرا لكم شكرا جزيلا شكرا لكم وأشكر أيضا سماحة الشيخ يعقوب قرش المفكر والداعية الإسلامية على هذه المشاركة وهذا الحضور الطيب مشاهدين كرام ختم هذه الحلقة أشكركم على طيب المتابعة ونرجو أن تتضافر كل هذه الجهود التي تحقن الدماء الرحمة للشهداء والجرحى والمصابين في كل أرجاء المعمورة من هذه الرصاصات وهذا الحقد الطائش وهذا الإرهاب المنظم الذي يستهدف الكل إذ أن الإرهاب لدينا له لكم مني حسن أبو الرب تحية والتقدير ومن زملائي في طقم العمل هيثم عقل في التنسيق ومحمد ديرية في الإخراج شكرا لكم اشتركوا في القناة